بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نتحدث عن قاعدة مهمة من قواعد الضبط الآيات المتشابهة وهي قاعدة كثرة دوران لكلمة أو الجملة في السورة وهذه القاعدة من القواعد المهمة لأنها تأتي بعد تأمل في هذه السورة فمثلا كلمة أرسل ويرسل من المرسلين فأرسلنا تكررت هذه كلمة كثيرا في سورة العراف وبالتالي أتذكر هذا الشيء خلال قراءة للآيات المتشابهة فعند قول الله عز وجل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء معا فأنزلنا على الذين ظلموا أعرف أن فأرسلنا عليهم في سورة العراف لأن كلمة أرسل ومشتقاتها وردت كثيرا في هذه السورة ومن ذلك قول الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين مع قوله سبحانه وتعالى قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين في سورة الشعراء وأرسل كما ذكرت سابقا أن هذه الكلمة تكررت كثيرا في سورة العراف وبالتالي أعرف أن وأرسل في سورة العراف محمود كرماني في كتابه البرهان في توجيه متشابه القرآن تكلم كثيرا عن هذه القاعدة وذكر أمثلة لها كثيرة بمعنى أنه يأتي إلى هذه السورة ويقول هذه الكلمة تكررت كثيرا كثرة دورانها في هذه السورة من ذلك مثلا الظلم في سورة الأنعام مع الإجرام في سورة يونس تكرر في أكثر من موضع وبالتالي لما أقرأ قول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أو المجرمون بما أن الظلم تكرر كثيرا في سورة الأنعام ناسب أن نختم إنه لا يفلح الظالمون بينما في سورة يونس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون لأن كلمة الإجرام تكررت في سورة يونس مثل ذلك القصد في سورة يونس تكرر في أكثر من موضع وبالتالي لما نقرأ قول الله عز وجل قضي بينهم بالقصد أو الحق القصد لأن كلمة القصد تكررت في أكثر من موضع في هذه السورة العمل والكسب العمل تكرر في الجاثية كثيرا والكسب تكرر في الزمر كثيرا إذن لما أقرأ قول الله عز وجل أعرف أن الأولى في سورة الجاثية وأن سيئة ما كسبوا جاءت في سورة الزمر لأن الكسب تكرر في الزمر كثيرا هذا التكرار والدوران للكلمة قد يكون كما ذكرت لكم في الكلمة وقد يكون في الجملة أحيانا يعني مثلا في قول الله عز وجل لعلهم يتذكرون في سورة القصص ورد ثلاث مرات إذن لابد أتنبه لهذا الشيء فلا أقول لعلهم يتقون لعلهم يؤمنون لا لعلهم يتذكرون وبثل ذلك عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم في سورة الشعراء ورد في ثلاث مواضع وبالتالي لما أقرأ قول الله عز وجل عذاب يوم أقول عظيم ليس أليم وليس مهين لأن هذه الجملة تكررت في هذه السورة في أكثر من مواضع أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة